السلام عليكم سنشرح لفترة 7 يتكلم عن الاندوميبراني سيستم الاندوميبراني سيستم يقوم بروتين ترافيك و بيرفيوم ميتي بلايك فانكشن الاندوميبراني سيستم هو السيستم اللي سيكون داخل الخليل قبل البلازما مبراين داخل الخليل النظام سيسموه الاندوميبراني سيستم وهو سينظم لي حركة البروتينات و سينظم لي عمليات الايض في الخلية الاندوميبراني سيستم متكون من عدة اشياء متكون من النيكلر انبلوب الغلاف النووي و يتكون من حاجة اسمها اندوبلازميك اللي هو نسميه ER اللي هي الشبكة الاندوبلازمية و عندنا شيء ثاني اسمه الجهاز الجيولوجي أو الجيولوجي أبريتيوس و عندنا اللايزوزومز و البوكولوس البوكولز و اخر شيء بلازما مبراين يعني البلازما مبراين معروف اللي هو الغشاء لكن هو يعتبر من يعني من ضمن الاندوبلاز الاندوميبراني سيستم تمام؟ و يقولك انه كل هذه الاشياء حتكون يعني تنتقل او يعني حتنتقل او حترتبط بمساعدة شيء اسمه فيزيكال اللي هي الحواصلات هنعرف دا اقول له بعدين بس اول شيء راد نعرف انه عندنا حاجة اسمها اندو او ال اي ار الشبكة الاندوبلازمية والجيولوجي جهاز الجيولوجي واللايزوزومز و الباكولز اوكي اول حاجة هنتكلم عن ال اي ار اللي هو الاندوبلازمية جديس اليوم هو هو ايش هو الجهاز يعني هو الحين لحين هابهي البلازمي مبراين شو اللي بالاخضر طيب ال اي ار هو هذا الشيء يعني هو يكون شيء قبل البلازمي مبراين شيء جوال الخلية وهو يكون قريب مرة من النواة يعني الحين يقولكين اول حاجة انو ال اي ار يمثل او يشكل اكثر من نصف الممبراين اللي هو الغشاء في كثير من اليوكريوتيك سلز يعني اكثر من نصف الغشاء حقها يجينا من مين يجينا من ال اي ار كيف يجينا هنعرف بعد شوية كيف حيجينا بس لازم نعرف انو اول حاجة انو اكثر من نصف الغشاء حق الخلية يتكون لي من عند مين من عند ال اي ار اول اندو بلازمي تك ام لتسر يوم وهذا ال اي ار الغشاء حق ال اي ار نفسها الغشاء حقها قريب مرة من النواء اللي بالازرق بيقولك هو اه قريب من ايش من غشاء النواء الغشاء النووي هنشوف هالشكل وهنا اخر شي يقولك انو في ال اي ار هذا الجهاز ال اي ار او في ال اندو بلا شبكة الاندو بلازمية في نوعين في حاجتين في سموث ورف السموث اللي ما عندها رايبوزوم لك رايبوزوم تفتقل على رايبوزوم والرف اللي مليئ جدا بالرايبوزوم يعني نقدر نقول السموث الناعم لان هو مرصع بالرايبوزوم ان شوفوا الصورة اللحن هذا اللي بالبنفسدي هو ايش هو النواء لحن هنا اللي لحن هنا النواء طيب لحن هذه هي النواء اللي بالبنفسدي هذه نواء اه او هادي غلاف النواء سوري وهنا النواء هذه اللي بالازرق كله اللي بالازرق هذا كله هو الجهاز الـ ER او الشبكة الاندوبلازمين طيب فهنا ايش 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 قللك قللك ان اول شي هي قريبة من الغلاف النواة صح هذا الازرق قريب من قريب من الغلاف النواة طيب وزي من اللاحظ فيه جهة في الـ ER لحن هذا الازرق ER التعاطيف هذي هذي ER او هذي الشبكة الاندوبلازمية طيب لحن فيه جهة ناعمة فيه جهة فيها زي كذا نقاط هذي النقاط هي الريبوزوم طيب وفيه جهة ما فيها فيه جهة كذا يعني صافية هذا الصافية اسم سميناها smooth 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 ER والراف اللي قلنا مليئة بالريبوزوم هي كذا او اللي قلنا عليها خشنة هي اللي عليها رايبوزوم نقاط مرصعة بالريبوزوم طيب طيب هذا غلاف النواة انا اتكلم عن النواة اللي في النص مو النواة فيها الDNA والDNA حيطلع لي الماسنجر RNA طيب الماسنجر RNA طيب الماسنجر RNA تبغى الريبوزوم ستقوم تخرج من النواة ستقوم تخرج من النواة ستقوم تخرج من النواة كذا هذا اللي بالوردي هو الريبوزوم على شكل كأنه بورجر كذا يعني حاجتين فوق بعض ويقوم يدخل جوتها او يدخل بينهم مين يدخل بينهم الريبوزوم مو النواة الماسنجر RNA اللي زي الشريطة الخفيفة طيب ويجي ويروح يقوم يجيهم يجيهم الاماين واسد عشان عشان يكون لي بروتينات فتقوم اول ما يجي الاماين واسد هذا وهذا ينضغطوا يعني ينضغطوا مع بعض عشان ولما يجي ينضغطوا مع بعض حيكون لي كده دوائر او حيكون لي اللي هي البروتينات فكده عشان يعني من هذه الحركة ومن هذه الطريقة حتتكون لي البروتينات انه 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 دي هتتحول لماسنجر RNA والماسنجر RNA هتروح تدور للريبوزوم اللي قلنا عليها اللي في الازرق هنا او اللي في الER طيب وبعد كده هايجوا يجتمعوا مع بعض ويجيهم الاماين واسد اللي بالاخضر كتبته ويقوموا يعني انضغطوا مع بعض يطلعوا لي البروتينات اوكي فهذا الشكل لازم نعرفه انه نعرف الER كيف شكله نعرف السموث والرف ونعرف الفرق بينهم طيب ونحن نعرف وظائف كل واحدة فيها طيب هنا في حاجة نحن احنا مو قلنا انه الER اكثر من نصف البلازمان برين متكون منه كيف الER شكله زي كده في له تجاعيد طيب الER شكله زي كده في له كده تجاعيد اشياء هذا التجاعيد تخرج على هيئة فيزيكل شوف كيف الفيزيكل زي كده زي الصحن او زي الكيس يسموه فيزيكل هذا لما يجي يخرج من الER يمر بجهاز ثاني الجيلوجي وبعد كده يجي يجي للبلازمان برين اللي هو غشاء الخلية نفسها هذا كله جوة الخلية يجي هو يعني يخرج من الER ويمر في الجيلوجي بعدين يجي عند البلازمان برين ويقوم اشي يسوي يقوم اندمج فيها ويصير جزء منها عشان كده هو وهو قال لك ان الER يعني تعتبر اكثر من نصف الممبرين يعني من كثر ما هي تندمج معها او لان هي اساسا تندمج مع بلازمان برين فصار بلازمان برين اكثر يعني نسبة الER فيه كبيرة اكبر من النص اصلا عرفتو؟ فزي كده هنا في صورة اصلا توضح شوفوا هنا بلازمان برين زي كده يجي الفيزيكال ويندمج معها ويصير جزء من البلازمان برين نفسه تمام؟ خلاص هنا عرفنا الER ان شاء الله يكون واضح اللي هو الشبكة الاندربلازمية وقلنا انها هي قريبة من النواة لنشوفه هو النواة اللي بنفسه جيه وهي اللي بالازرق مرة قريبا من بعض وعرفنا النوعان الموجودة في الER اللي هو السموث والرف الحين الرف والسموث خلينا نبدأ بالسموث السموث ايش ايش وظيفتها تسمع اللي الدهون اللي بت وتزيد السموم اللي في الخلية طيب وتخزل الكالسيوم واخر شي تقوم بتفاعلات الكاربوهايدرات او عمليات اوكي نجي عند الرف الرف يسويه لحاجتين هو اساسا نختصر في البداية نقول انه هو هو يصنع لبروتين وهو يصنع للميمبران اذا هو يعتبر مصنع الرف يعتبر مصنع لبروتين ومصنع للميمبران في الخلية طيب وهو بما انه بما انه الخشل لا يسمينا خشل لانه في الريبوزوم شكله نقاط طيب وبما انه عنده ريبوزوم يعني هو مرتبط مع ريبوزوم اذا هو اصنع لبروتين زي ما اعبرتكم طريقة البروتين انه يجي الماسنجر ويضغط على بعض ويطلعون لبروتين فهو يكون لي بروتين يكون لي حاجة ثانية اسمها جيلايكو جيلايكو بروتين جيلايكو بروتين جيلايكو بروتين هو عبارة عن بروتين مرتبط مع كاربوهايدرات فالرف او الرف اللي موجود في الريبوزوم هو حيصنع لي بما انه هو في دورايبوزوم وهو حيصنع لي البروتين وهو حيصنع لي الجيلايكو بروتين طيب نيجي عند الجهات الثاني اللي اسمه الجهات الجيولوجي اللي اسمه الجيولوجي طيب فالجهات الجيولوجي هو الشي اللي بعد ال ال جهاز ال ال طيب هو يجي بعده فهو اساسا هو ليش موجود عشان يسوي هو يستقبل يعني الار مو يكون لنا او يعني يطلع لنا فيزيكال فيها بروتين مثلا هذا يروح يستقبلها وبعدين يرسلها يوديها المين للبلازمامبرين فالجيولوجي ابرارتيوس هذا هذا عبارة عن كذا حاجم كذا شكلها فيها زي الطيات يسموها كسترينيا طيب زي كذا شكلها اللي بي الأخضر هذه فزي الطيات زي الطيات زي كذا اللي هنا موجودة فهذه الجدران اللي كأنها مطوية يسموها كسترينيا طيب او سسترينيا سوري ام وهو له كذا وظيفة اول شي هو يسوي موديفكيشن للاشياء اللي يعطينا هي اي ار لحين الاي ار او الشبكة رندو بلازمية اللي طلع المنتجات اللي طلعها تروح لمن تروح للجهاز الديولوجي ورب هو يسوي لها موديفايس فيجي يبيلك موديفايس بروديكت اوف اي ار طب هو كيف يسوي لها يعني كيف يعدلها وكيف يغيرها غالبا يكون في الشقر التغيير يكون في الشقر يعني يضف لها شقر لانها يسوي تروح للشقر يعني اي شي فهو يسوي يعني يعدي المنتجات اللي يطلع لها من الاي ار وكمان يصنع لنا البولي سكرايز اللي هو سكريات عديدة شقريات كمان يسوي لنا شقر وكمان اللي يصنعها اي ار المنتجات اللي يصنعها اي ار يغلبها ويخزنها داخلها او ان يعني لحين هذا ال اي ار وهنا الجهاد الجيولوجي تجي تخرج من هنا فيزيكال وتروح للجهاد الجيولوجي هو يسوي لها كذا وظيفة يا يكون لسكر يا يعدلها يعدل المنتجات اللي جت من هنا من الاي ار يا انه ياخذها ويسوي لها باكتجينج ويسوي لها يعني يغلفها ويروح يرسلها المين يروح يرسلها للبلازما مبرين فهي ثلاثة عمليات وربعات طيب فهنا شكلها شكل الجهاز الجيولوجي كذا شكله فهذا مثلا هذا هو الفيزيكال اللي جايلي من الاي ار ويروح لي الجهاز الجيولوجي ويروح يسير يمشي عليها لين يطلع لي من الجهة المقابلة فمن هذا الكلام نعرف انه الجهاز الجيولوجي لو ايش لو جهتين جهة اسمها السيس فيس السيس فيس الدرس الي هوي الجيالجلي تستيكل الاشياء اللي تيجي من ال ار ولي يصير له يعني الي teusing والجهة الثانية المقابلة الي ترانس فيس الجهة اللي تصدر لي Philpning للاشياء الي جاتها ال شنQué تجيها من هنا dan زي هذي مثلا ترجيها من هنا وبعدين تخرج لي من هنا مثلا من الجهة الثانية يعني اللي جهت للترانس فيس فهي لها جهتين السيس فيس و ترانس فيس السيس كيف تسوي لي في سيفينغ والترانس فيس يسوي لي شو بينغ طيب فالترتيب هيكون كالتالي اول حاجة عندنا الير تطلع البروتينات حلو كيف تطلع البروتينات زي ما قلنا بطريقة الحق الرايبوزوم الشكل ذا فالبروتينات يجي ما يجي كذا الحالو لا يطلع لي من هنا بهذا الشكل يطلع لي بواسطة فيزيكال زي زي الكيس كذا اسمه فيزيكال حويسرة وجوتها البروتين او جوتها المادة وتروح لمن تروح للجهات الديولوجي طيب سيصيح تقوم يقوم يسوي لها الوظائف اللي قلنا عليها انه يعدلها او يطلع لي شو بينغوزوم الشكل يقوم يطلع لي هي برضو عن طريق اللي هو فيزيكال من عنده يعني من عنده الفيزيكال من عنده ويوديه المين ثالث حاجة للبلازما يمبرين فبالتالي هيصير قلناها قبل كذا انه يجي الفيزيكال يندمج مع البلازما يمبرين واللي جوته المواد تخرج بره تخرج بره الخلية خلاص لانه هي اساس انت بتخرج فهي تخرج بواسطة الفيزيكال هذي وتقوم لما تخرج المواد البروتينات او اي انكامل بالمواد الفيزيكال يروح يندمج مع البلازما يمبرين فعشان كده قلنا انه الـ ER يكون لي اكثر من نصف البلازما يمبرين تمام فهينا شوف الترتيب يقول لك هنا اول حاجة الـ ER هذا هو الـ ER وعطاك مكونات الرف والسموث بعدين جبلك مين جبلك الجيولوجين وهنا قل لك الخطوات قل لك هنا شوفيه هنا قل لك كل حاجة لانه اول حاجة تطلع لي تطلع لي من هنا الفيزيكال من الـ ER وتروح من جهة السيس فيس في الجهات الجيولوجي وتجي تدخل هنا ويسل لها تعديل وتطلع تطلع من هذا الجهة من جهة الترانس فيس طيب هنا اللايزوزومز هنا ايش صالفته انه هو يهضم للكان اكل مثلا مثلا دخلت دخلت من هنا مثلا اكل فود لخلية او بتخرج فود او اي شيء اللايزوزومز هو يهضمها هذا وظيفته انه يهضم يهضم اي شيء في الخلية اذا كان انه جوتها تدرش هذي هذي انزيمات انزيمات هاضمة والمهم انه الفيزيكال بعدين يخرج من الفئة من الجيلوجي ويجي هنا زي ما قلنا يصير له يندمج مع البلازما والمكونات هذي تخرج لبرة بعدين عندنا اخر شيء لا مصري ما اخر شيء بعدين ترانس فيزيكال كيف الفيزيكال تنتقل البلازما يوجد حاجتين احنا اخذنا قبل كده البلازما يوجد حاجة اسمها اللي هو الترانسبورت التمواصلات قلنا يا انها تكون باسف ترانسبورت او اكتف او شيء اسمه انا سميه بلوك هو اسمه بولك كده انا سميه بلوك ترانسبورت البلوك هذا اللي اخذناه في شابتر 5 هو اللي يعني يعني ينقل لي اللارج موليكيول الجزئات الكبيرة وكيف ينقلها يانو يخرجها البرة او يدخلها الجوة يانو يسوي l-exocytosis or endocytosis l-exocytosis l-exocytosis يعني من inside the cell to outside يخرجها l-indocytosis اللي هو من out لل in اللي هو يدخلها وهذا الطريقة او هذا حركة النقل اسمها black التعليقات نتحدث عن الاكتوسيتوس الخاص بها من العدو من العدو من العدو لديه طريقتين الخاص بها الخاص بها من الير الاجلوجي من الير للجيولوجي وما يذهب للبلاسما مبران يهضم الليزوزوم إذا إكسسوس وإيتوزز عندنا طريقتين أو حركتين يسويها من ER للجيولوجي للبلاسما مبران على طول أول من ER للجيولوجي للليزوزوم وينحظم وخلصنا نأتي للإندو الأشياء اللي تدخل على جوه مثلا الفود الووتر أي شي له حركة واحدة وين بات باي اللي هو يعني الإندو يقول لك من الأول سادي الانسايد إذا إيش الوين باي هابي إنه يأتي من البلاسما مبران يدخلي في الإندو سومس في الفجر هذا الفجر بعدين يجي يهضمها من الليزوزوم إذا إيجي يدخلي من البلاسما مبران زي كده مثلا هذا الفود يدخلي من البلاسما مبران ويكون لي البلاسما مبران ما تخلي يمشي زي ما هو لازم تكون له زي الكيس من نفس البلاسما مبران وتقوم تدخل طيب وصارت اسمها فود فاكيول طيب بعدين يقوم يجي همين يجي هاللايزوزومس آخر شيء عشان يبي يهضم الأكل هذا أو الفود أو أي شيء يهضمه يقوم يجي ندمج معه والأنزيمات اللي في اللايزوزومس تهضم الطعام يصل لها هضم الهضم فهنا حركة وتصنيع البروتينات كيف تتصنع وتتحرك البروتينات قلنا قبل كده في الاكسوسيتوز اللي هو من الانساد الاؤتساد طيقتين من الير للجهاز الجيولوجي للبلاسما مبران أو من الير للجهاز الجيولوجي لللايزوزومس في الاندو سايتوزز ما عندنا غير طريقة واحدة إنها بايو ترانسبورد فيزيكل بس يجي عن طريقة الفيزيكل هذا بخصوص البروتين فهنا ها بالصورة تشرح كل الكلام ده فيقول لك هنا أول شيء الير طلع لي من طلعت لي جلايكو بروتين طلعت لي بروتين طلعت لي جلايكو لبت مو هو السموث اسمع لي لبت كنا السموث اي ار اسمع لي لبت فهنا طلعت لي لبت ما تقول من فانجاج بعدين هذه الثلاثة الأشياء تروح تروح لي مين؟ تروح لي الجهاز الجيولوجي بيسر لها مو ديفيكي مو ديفيكيشن طيب يعدلها يطلعها لي على ثلاث أشياء فيقول لها بروتين يطلع لي هي هنا هذا هذا زيت التلخص يطلال لي بروتين يطلال لي بروتين يطلال لي بروتين عشان تيجي للبلازما مبيرنتين معها ويطلال لي بروتين عشان يسويلي العمليات الحيوية او تذهب للميتو كنديريا يصبح لعمليات الأيض لكذا هو مهم الجهاز الجيولوجي هذا ليس موجود في سلايد او شرحته قصدي هذا ليس موجود في السلايد هذا تلخيص من الدكتور فبعضه يسرب روتينات للايزوزوم يسوي لعمليات الأيض ما هي الفاكيول هي كبيرة تذهب من الجهاز الجيولوجي والفيزيكل عندها اكثر من اكثر من يعني فانكشنز في ديفرنت من السلس يعني ما تكون الخلية واحدة ومعينة في اكثر من اكثر من نعم الخلايا يكون عندها فيزيكلز او حويصلة يعني طب هنا هنتخلم على الحاجة اللي هي البلاك ترانسفورد اللي هو هيكون أكروسس في الممبراين يصير بواسط الإكسيو سايتوزز والإندو سايتوزز فالبلاك ترانسفورد هو يصير في البلاسما ممبراين هو نوع من أنواع الترانسفورد احنا اخذنا بسيف ترانسفورت واكتف وهذا الناع الثالث البلاك ترانسفورت هو يصير في البلاسما برين لما او يعني بوسط الاكسوسايتوزيز والاندو سايتوزيز طيب هذي الحركتين او الطريقتين الاكسو زي ما قلنا يخرج المواد اللي برا الاندو انو يدخلها الجوة وهي طبعا البلاك ترانسفورت خاصة باللارج مولوكيول المولوكيول الكبير فالسمول مولوكيول زي والواتر لما انتبغت تصير لانتر اور ليف دي سيل ثرو دالوبيد باياليا اللي هو الميمبراين هتكون بوسط الترانسفورت بروتين سواء اكتف او باسف او اكتف اما اللارج مولوكيول زي البولي ساكرايز and البروتين هذي لارج مولوكيول تعتبر فما حيمديها تتنقل او تدخل او تخرج برا الخلية بواسط الباسف الاكتف ترانسفورت لا هي هتحتاجة لالبلاك ترانسفورت والبلاك يخليها انسايد ذا فيزيكال يعني هذولي الاثنين انو عند اللي اخدناهم في الشابتر اللي قبل اللي هو شابتر اه فايف ايثنك او سيكس المهم انو ما يخليها فيزيكال او ما يخليها زي الكيس او هو يصلها بالعربي لا يخليها زي ما هي اما البلاك ترانسفورت يخليها فيزيكال وهذا مميز فيه ثاني شي انو يحتاج برضو انيرجي زي الاكتف ترانسفورت السايد ما تكلم عن هذا الشي لكن حبيت اضيب دي المعلوم انو البلاك ترانسفورت ريكوير انيرجي نتكلم عن اول حاج الاكسوسيتوز احنا عرفنا اش هي قبل كده لكن هو ده حين هنا حاشرح بالتفصيل كيف يخرج كيف يخرج كيف يدخل الاكسوسيتوز زي ما قلنا فروم انسايد دي سالتو اوتسايد من داء يعني يخرج المعدة وعندها اخدناها بردو ببال شوية فيبلك انو تراسفورت فيزيكال تندمج توذى منبراين انو الفيزيكال وهي خارجة تندمج مع الممبراين ويعني يصرها في وجوة ذات وكمان المواد اللي فيها المواد اللي في الفيزيكال تروح اوتسايد تخرج زي ما قلت لك من قبل كده انو تحين هذا الممبراين ويجي 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 الفيزيكال يبقى يخرج وفي له مواد جوه يقوم الفيزيكال نفسه يندمج معه والمواد هذه تطلع تخرج لبره يعني النهاية بتطلع اساسا فتقوم تخرج تخرج زي ما هي بدون الفيزيكال والفيزيكال الكيس يندمج قلنا مع البلازما مبراين طيب ويقول لك انو ميني سولس يستخدموا الاكسوسايتوزيس عشان يطلعوا البرودكت حقتهم فزي مثال زي مثال السلس اه اندى بينكرياس خلايا في البينكرياس تطلع لي الانسولين عن طريق الاكسوسايتوزيس الطريقة هذه فهي تطلع لي الانسولين وهذه الطريقة في الجيلوجي ابراتيس انو كيف تندمج الفيزيكال او الحويصلة لما تشوف تطلع المواد حقها وهي نفسها تندمج مع تصير من ضمن البلازما نجي عند اندو سايتوزيس الاندود هو من الاوتسايد تو انسايد تدخل الخلية وقلنا عندها هاو وان اوني وان باثويز وهي نهي نفس الشي يقول لك انو في الماكرو مالوكيوز مثلا السكر الماكرو مالوكيوز سواء لبد سكر اي شي لما تيجي تبدو تدخل الخلية تتاخذ عساس انها الداخل فيزيكال لحن هذي هذي تبدو تدخل الخلية وهذا البلازما مبرين طيب تبدو تدخل الخلية هي زي كذا هي زي ما هي يعني هي ما حولينا شي هي بس مولكيول عادية تقوم لما تدخل البلازما مبرين ينثني ليش ينثني ينثني كذا عشان 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 يكون لي عشان يصير تحب مثلا هذا المولكيول عشان لما تدخل تكون داخل فيزيكال والفيزيكال زي ما قلنا هو مقوم من الممبرين اساسا عرفته فهو يدخلها ويخليها بواق يعني محاطة باي بفيزيكال الفيزيكال قلنا حويصلة وهنا شرح لي كاف انها بتخليها فيزيكال انها زي كذا يعني بالصورة اوضح احس هذا بس كلام شرح انه كاف يعني يعني يخليها حولينها زي كذا او زي كذا يعني نفس هذا نفسي الطريقة انه لما انتيجت هنا بس العكس لما انتيجت يبتدخل نعم زي كذا مثلا لما انتيجت يبتدخل الماكرو مالوكيول لما تجي تبدو تدخل الماكرو مالوكيون يقوم هذا بلازم ممبرين هو يكون أساسا خط كذا لكن لما تجي تبدو تدخل الماكرو مالوكيون يجي هو يحاوطها يحاوطها يخليها يعني حوالينها لين ما تبدأ تدخل زيادة فيصير محاطة كلها بيسموها فيزيكا فهذا هو بس شرح شرح الكلام ده شرح الكلام ده من الممبرين يسوي لها يخليها محاطب فيزيكا لما تدخل فالزبدة من هذا الشلايدة انو الماكرو مالوكيون يصلها تاكن ان فيزيكا وعندك في الاندو سايتوزز اللي هو دخول الخلية ثلاثة اشياء أو ثلاثة انواع ثلاثة انواع الفاغو سايتوزز الفاغو سايتوزز والباينو سايتوزز والرسيبتور يسا الفرق انو هنا اقول لك الخلية كيف تاكل و تشرب الفاغو سايتوزز هي لتدخل لها الايتينغ الاكل الفود والباينو سايتوزز هي لتدخل لها الشراب تشربها يعني تشرب الواتر او اي سوائل ثاني الرسيبتور مستقبلات مستقبلات تحتاجها الخلية فهنا الثلاثة انواع هذه هيا حاشرح لي واحدة واحدة الفاغو سايتوزز اللي هو مسؤول عن الاكل اول شي لما يجي الخلية عندها فود تب تدخلو داخل الخلية زي ما قلنا تدخلو بهذا الطريقة شرحتها قبل كده او قبل شوية دحين شرحتها انو لما يجي الفود يدخل يسوي لها يجي البلاز ممبرين يحاوط حوالينها طب الشي الجديد بس انو هادي يعني هاذي الاطراف اللي تصير يسموها سوبوديوم يسموها سوبوديوم اللي هي الاقدام الكاذبة بالعربي يسموها سوبوديوم ولما تدخل زيادة ويصير خلاص محاطة بالفيزيكل يسموها ايش يسموها فود باكيول هذا كله يسموه فود باكيول فهنا يقول لك نفس الكلام عندما تيجي السيل تدخل اي جزء تحتاجه حي تتكون لي سوبوديوم 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 أراوند أراوند الفود هذا ويصير لها باكينج وبعدين من الممبرين يسموها فود باكيليو النتيجة يعني ما يصير كذا وجوتها الفود يسموها هذا يسموها فود باكيليو انو حوالي الصلة فيها فود يعني وهنا بس يقول لك مثال انو زي الخلايا الدم البيضاء لما تيجي تبت تأكل البكتيريا عشان تتقي تبت تبت الحفزة البيضاء تتطلب البكتيريا ون relatج البيضاء بتجموها حركة الفود لانو Kardashian هذه البكتيريا مثلا تيجي هي الخلايا الدم البيضاء تقوم ايش تقدم تبتح ايش وتقوم وهذه بكتيريا تصير كده وبعدين تصيرها كده وبعدين خلاص تبتلعها فهذا نفس الطريقة أو هذا مثال ويقول لك ان الفاكليو فيوج لايزوزومز يعني نما يكون في فاكليو فيد وفود وخلاص دخل الخلية بعد ما دخل بعد ما صار زي كده ايش يصير ما حيقعد يمشي في الخلية ما حيقعد كده يمشي في الخلية ويحوس لا لازم ينهضم لانه فود والخلية تبغى تبغى الفود تبغى تستفيد منه فاول ما يدخل تيجي لايزوزومز تسوي لها دايجست او يعني تهضمها كيف تهضمها انها تندمج معاها زي كده زي كده بعد ما تدخل الخلية هذا هو الفود لما تيجي تدخل الخلية يجي يجي مين يجي اللايزوزومز اللي بالبنفسجي وجوتها دايجستف انزينز انزيمات تهضم الأكل فتيجي تندمج معاها بزد طريقة تندمج معاها يعني اندمجوا الجدارين هذي بالبنفسجي وبالبرتقالي ويقوم الانزيم اللي جوتها يهضم الأكل اللي فيه او الفود هذا وبس كده هوا يعني هذي تصير عملية هضمة الفود في الخلية نجي عند ثاني شيء اللي هو الباينو سايتوزز هي كيف الخلية تشرب تقريبا تقريبا تشبه كيف انها تاكل اللي هو تقريبا تشبه الفاقوسايتوزز انو لما تيجي الموليكيول يكون فيها اللهم يكون فيه سائل يعني يكون فيه مذاب وسائل سواء ووتر سواء غير الووتر تيجي تتاخذ لما يكون فيه فلويد اللي هو زي زي السائل تبدو تدخل الخلية فما في لا يوجد كمية معينة تدخل كل مرة يقول لك انو الباينو سايتوزز لا تقريبا يعني اي شيء اي شيء يعني اي مذاب يقدر يدخل الخلية تمام فهو نفس الطريقة انها نفس الطريقة هذي مذاب مثلا ملح مثلا شقر وبتدخل بتدخل طبيعي جدا نفس حركة ال الفود ويصير حوالينها البلازما ممبرين هذا اللي هو الباكيو ولكن اللهم الاختلاف بسيط اللي هو هذا الكاتب بروتين اللي بالبنفسة دي هذي تحمي تحمي السائل ذا اللي جوه بس هذا موجود فين يسموه كاتب بروتين هذا موجود فين في الالباينو السايتوزز وفي المستقبل النوع الثالث اللي هناخده الاحين فيقولك انه بس بلازما بارتو في بلازما مبراين لما يصر لها يعني من الفيزيكل هنا يشرح لك زي ما قلته يشرح انه كيف تدخل بعدين يقول يصر لها كاتب بروتين اه في الاخي اللي قال انه يصر لها كاتب بروتين يعني بعد ما يصر لها كده بعد ما تكون في فيزيكل يصر لها بروتين حوالينها كده تصير تحميها يعني وهذا الاخر شيء الريسابت الريسابتر او الريسابتر المستقبلات في الاندو سايتوزز يعني مستقبل يعني انه يكون مرتبط مع اللينجدس ايش هو اللينجدس او اللايجنز هو لما يكون فيه موليكيول مرتبطة مع ايش مع مستقبل زي كده شكلهم رحضة بس زي كده شكلهم لما يكون فيه موليكيول ترتبط مع المستقبل هذا يعطوني مين اعطوني شيء اسمه لانجدس شكله زي كده فهذا اللينجدس لما يتجمع مع بعض يدخل خلية يصل لهم نفس الكلام في فاكيول وحوالينها زي هذا اللي زي سموه كاتب بروتيم اللي بالبنح السجل وبس تعريف اللانجد هذا انه انه موليكيول بنت اسمه اش ريسيبتور وبس اخر شي يقول لك كيف يهزه الممبرين بروتيم اش اللي يعطيكي ايش اي واحدة من هذول الاربعة او الخمسة يعطيكي البروتين اللي هو الجيلوجي الجيلوجي بلازمة ميعطيني بروتيم المتيكونديريا ميعطيني بروتيم اللايزومز ميعطيني بروتيم إذن الجيراجي الجالجي أنا أقول الجيراجي من أول الجالجي هو اللي يعطينا بروتين وبس كده خلصنا الشاب